تصريحات تليفزيونية ليها خلال الساعات اللي فادت أثارت الفنانة إلهام شهين حالة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاتها عن الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله علي وده أثناء لقاءها على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية إلهام شهين قالت إنها اتكلمت قبل كده عن رفضها لتقديم شخصية الإمام محمد متولي الشعراوي في عمل فني وده لإنه مش عالم أو مخترع وإنها مش بتتابع أي فيديوهات ليه وتعليقاً على المسألة دي قالت إلهام شهين في تصريحاتها التليفزيونية ليه نعمل عمل فني عنه؟ ما نعمل عن العلماء أو حد تطور شيء مهم في الحياة أو شخص اكتشف علاج لمرض خطير نعمل عن الناس الأفادة البشرية خلونا ناخد قدوة من الناس الأفادة البشرية في شيء أنا بحب الشيخ سعد دين الهلالي لأن أفكاره بترضي كل الناس بعدها ردت الفنانة إلهام شهين على سؤال مقدم البرنامج عن سبب تغير موقفها من الشيخ الشعراوي وسبب هكومها عليه بعد ما كانت بتطالب الجمهور بمشاهدة برامجه وأنهم يتعلموا منه وقالت عمري ما قلت تفرجوا على فيديوهاته وهنا وقعت إلهام شهين في موقف محرق جداً وده بعد ما عرض المذيع مقطع فيديو ليها وهي بتقول اتعلموا من الشيخ الشعراوي وقتها علقت وقالت أنا قلت كده لأن ده قديم وما كنتش لسه شفت فيديوهاته وكان ساعتها وقت ثورة 25 يناير وكنت بقول كده عشان الناس تهدأ وتبدأ تبني البلد وكنت بقول طالما الناس بتحبوا تعلموا منه وبعد ما شفت فيديوهاته أنا ضد كل اللي فيها